تحدث حمزة جمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تعادل فريقه السلب أمام فريق فارقه في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مسبة الدور المصر الممتاز وحسم التعادل السلب نتيجة مباراة الإسماعيلي وفارقه في إطار مواجهات الجولة 21 من مسبة الدور الممتاز في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية السادة الإسماعيلية معقل الدرويش وقال المدرب حمزة جمل في تصريحات صحفية بعد نهاية اللقاء لو قيمنا المباراة سأكون حزين جدا على خضارة النقطتين وأكد الجمل مدرب الدرويش أن فريق فارقه وفريق قوي جدا وفريق كبير لأنهم يمتلكون جهاز فني محترم ورائعين في اللعب الفني والتكتيكي وأشار حمزة جمل إلى أن الشوط الثاني وصلنا في بعض الكرات لكن لم يحالفنا التوفيق وعبد الرحمن مجدي كان مؤثر جدا وخصوصا بعد أن لعب للديئة 82 بالرغم من المدة التي ابتعد عنها عن الملاعب ومدبولي وصالح جمعة كانوا إضافة لنا في اللقاء ووصل الإسماعيل أد مباراة جيدة جدا وكنتيجة لست راضيا عنها واللي طلبت من اللاعبين في الشوط الأول نفزوه وبزيادة ووصلنا لمرمى المنافس أكتر من مرة لكن لم يحالفنا الحظ واختتم حمزة جمل وبما أن مؤشرات الفريق الفنية ارتفعت قليلا فهذا يبشر بالخير في الفترة المقبلة اشتركوا في القناة